بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ المحاضرة الأولى من الدرس الخامس والأخير من مقرر الديناميك الحرارية اللي عنوانه The Second Law of Thermodynamics and Entropy بداية رح نعرف Thermal Energy Reservoir هو إذا بديه ستامبرتشر داز نتشينج از رزلت اف أبسوربينغ او سيبلينغ اهيت يعني هو الجسم الذي لا تتغير درس حرارته إما بامتصاص أو إعطاء طاقة حرارية مثال هذا المحيطات الأنهار الهواء الخارجي هناك نوعين من Reservoir النوع الأول يسمى Source النوع الثاني يسمى Sink النوع الأول الذي هو Source هو Reservoir بالطبع That supplies energy in the form of the heat يعني هو Reservoir الذي يعطي الطاقة الحرارية Sink هو Reservoir الذي يمتص الطاقة الحرارية مثلا لو سألتكم هنا أخذ جسم درس حرارته أكثر من درس حرارة المحيط ثم تم إلقاء هذا الجسم في المحيط فهنا المحيط هل رح يمتص الحرارة من الجسم أو إيش؟ طبيعي جدا هنا بما أن المحيط أبرد فرح يمتص الحرارة من هذا الجسم ويسمى هنا إيش شباب Sink أو Source بالطبع هنا يسمى Sink بعدين التعريف الثاني اللي هو Performance أو المردودية ما يساوي Desired Output على Required Output ويتم هذا التعريف المردودية بالنسبة لجميع الآلات يعني هي الطاقة المرغوبة اللي هي Desired على الطاقة المتطلبة لتشغيل هذه الآلة بداية هذه الآلات رح ندرس Heat Engine Heat Engine is a special device which converts heat into work يعني تحول الطاقة الحرارية إلى شغل مثل هذا زي ما نجعلنا في حياتنا العادية هي السيارة أو تحديداً محرك السيارة فهنا يتلقى الطاقة الحرارية من مصدر حراري درس حرارة مرتفعة ويحول جزء منها إلى إيش إلى شغل أيضاً الآلة الحرارية هذه تشتغل على شكل دورة وتلقي ما تبقى من الحرارة إلى مكان تكون درس حرارة منخفضة ويسمى إيش سينك هنا لو أخذنا هذه الآلة Heat Source فهنا مثلاً عندما يقع احتراق في محرك السيارة ينتج عنه QH أو QHut وهنا ينتج عن احتراق في محرك السيارة شغل أو تنقل السيارة وينتج عنه خروج حرارة من عدم السيارة بالطبع هنا مجموعة الطاقة التي تدخل هي QH تساوي W وهو Work Plus Q اللي راح نسميها هنا C أو راح نسميها أيضاً QL يعني هنا Cold باردة أو L يعني لو منخفضة فهنا QH مجموعة الطاقة التي تدخل تساوي مجموعة الطاقة التي تخرج أيضاً في هذه الرسمة نفس الشيء اللي كنت نقول فيه هنا QH يعني الطاقة الحرارية التي تدخل وأيضاً هنا ركز Required Input عسى أن تتحرك السيارة يلزمني الاحتراق يقع في محرك السيارة ينتج عنه إيش؟ شغل يعني تحرك السيارة وهو ما نرغبه من اشتراء السيارة أو من محرك السيارة وأيضاً QL أو زي ما قلنا QC اللي هو الدخان الحار الذي يخرج من عدم السيارة وهنا يتم إلقائه فيه؟ يتم إلقائه في الأتموسفير يعني درست حرارته منخفضة بعض الشيء تعريف الأخير في هذه المحاضرة هو حقة Performance of Heat Engine وأيضاً ما يسمى Thermal Efficiency زي ما قلنا هنا يسوي Desired Output على Required Input Desired Output اللي هو إيش؟ نبغى من السيارة نبغى من طبيعي منها الشغل يعني Work وRequired عسى أن تتحرك السيارة يلزم احتراق البنزين في محرك السيارة يعني Heat Input فإذن الwork هنا هو المرغوب وعشان تتحرك السيارة يلزمها QH فرح تسوي إذن W على QH وزي ما قلنا هنا ال-W تسوي H تسوي QHot minus QCult أو QHot minus QL ليش قلنا شباب؟ لأننا قلنا قبل أنه QH مجموعة الطاقة التي تدخل تسوي مجموعة الطاقة التي تخرج هي QL plus W أيضا تسوي QC plus W هنا نكون خلصت المحاضرة فقط هنا بغيت نسأل على Desired Energy بالنسبة للهيت انجين بالنسبة للهيت انجين إيش تسوي؟ اشتركوا في القناة